أكدت مصادرنا عن استقرار مسؤولين النادي الأهلي على عقد جلسة عاجلة مع سويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة عقب نهاية مباراة سموحة المقبلة بالدوري للاستسفار منه عن أسباب غضبه من ملف الصفقات بعد تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المقاولون العرب وأبدى كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب عن عدم رضاه عن خطوات الأهلي في ملف الصفقات الجديدة قائلاً لست سعيداً حتى الآن بالتعاقدات ولكني لست مسؤولاً عن التعاقدات في الأهلي وأمل أن تجري تدعيمات للفريق الفترة المقبلة ويراه مسؤول الأهلي يجب الاستماع لرؤية كولر للتعرف على أسباب غضبه في ملف الصفقات لا سيما أن الإدارة الحمراء تنوى إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية ويواجه الأهل نظيره سموحة فالتاسعة مساء الخميس المقبل باستاذ برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدور المصري ويحتاج الأهلي للتعادل مع سموحة بأي نتيجة لإعلان تتويجه بطلاً للدور المصري بشكل رسمي اشتركوا في القناة